اسمي محمود عندي خمسة وعشرين سنة وانا في الجامعة اتعرفت على نيارة اتصادقنا على بعض ومع مرور الوقت حبيتها وحبيتني وكررنا بعد ما نتخرج ان احنا نتجوز وبالفعل بس كانت قدامنا عقبة بسيطة بس ان احنا لسه ما عندناش بيت بعد وجهد كبير وتعب قدرنا ان احنا نجيب بيت وبالفعل اتجوزنا وعيشنا سعداء فيه بعد سنتين جواز كان فيه تأخر في الانجاب فكررت انا ونيارة نروح للدكتور عشان خطر نشوف المشكلة في ايه بالزبط ونعليجها قال لنا حاجة صدمتني انا ونيارة اني نيارة ما تقدرش تنجيب اولاد فبعد ما كانت الداحكة والي ابتسامة على وشها على طول ما بشر على وشها الحزن على طول وتزعل لو ما كانتش تاكل لغاية ما في يوم من الايام رجعت من البيت لتا مغمى عليها فبعد وقت وتفكير كتير قررت انا هي ان احنا نتبنى ولد بالفعل رحت انا ونيارة احضر الايتام ونيارة قالت للدكتور على المصافات اللي هي عايزها بالزبط بالفعل الدكتور عرفنا على طفل هناك اسمه يوسف وعمره بين العشرة والحداشر سنة مع ان يوسف دوت مش بان عليه السن دوت بان عليه ان هو اكبر من كده بس الدكتور اكد لنا اتكلمنا ان هو عمره بين العشرة والحداشر سنة فانيارة فرحت بي جدا واول اسبوع عدنا في سعادة من غير اي مشاكل او غير اي حزن فانا لاحزت ان يوسف اتقرب جدا من نيارة لدرجة ان هو بيقولها يا ماما وانا بيناديني باسمي محمود فانا استغربت من الموضوع دوت لدرجة ان نيارة ويوسف كانوا قاعدين في الحديقة وكت ملاحز ان هي اول ما بعدت عنو عشان خاطر تزق الزهور فاضل يتنرفز ويزع عليها رحت له عدها فانا شفت المواقف ده طلعت جاريت على طول وكت هعجبه بالفعل بس نيارة طربت مني وصارت ان انا معجوش افاهمه بالراحة فانا لاحزت ان كل ما نيارة تبعد عن يوسف بيتنرفز عليها وبيجرحها بيعضها او بيشدها من شعرها فانا كلمت يوسف وقلت له انت لو ازيت نيارة المرة اللي جاية انا عقبك اقاب اسي بالفعل ما بقاش ازيها لغاية ما لاحزت فيه حاجة غريبة ان هو بيدخل الحمام وبيغايف فيه كتير جدا فكررت جدا في مرة من المرات ادخل عليه الحمام بالفعل دخلت عليه ليوت وقف على كرسي يبسس للمراية ومسل ما كانت حلاف ايده وبيحلق فاخدت بعضه على طول وراحت لنايره عشان خاطر اناديها وتشوف يوسف بيعمل ايه بالفعل وراحت عليها وناديتها وراحنا عشان خاطر ان نشوفوه ليوت وعف الحمام وموغم عليه فبعد كده اليوم اللي بعده قررت ان انا اروح رحلة سيد بالفعل وراحت رحلة سيد فقلت مكالمة جالة من الدكتور من انطر الايتام اللي احنا تبنينا منه يوسف بيقول لنا في التحاليل وتقارير يوسف اللي انت خطوه دوت مش طفل ابدا ده دوت راجل يبلغ من العمر خمسة واربعين عام مش طفل خالص قلت له ايه مش طفل ازاي وانت ازاي تخلو حد اذا دوت عندكم ده نسابه لوحده مع نايره في البيت قال لي يا دوت اللي حصل وانا قلت ابلغ حضرتك فقفلت معها على طول واتصل بنايره ما تردش عليا فجريت على طول رحت للبيت عشان خاطر اتطمن عليها لقيت يوسف زباحها وقاطع شراينها وجثتها موجودة في البيت فانا في اللحظة دي حسيت ان انا ميت ومش عايش في الدنيا فاتصلت بالشرطة كانت حقا في الموضوع وللاسف ما وصلش لحل بعد التحقيق كتير فانا ندمت ان تبنت الطفل يوسف دوت وما كانش طفلي كمان الراجل ده وماتت نايره وعايش لوحدة زيها منتو شافين حياتي اتخذت مني جسد بدروقها